بشوف ان احنا ان شاء الله مع التغيير زي ما بتكلم مع حضرتك مع استبدال استراتيجية واستبدال طريقة اللعبة اللي هو بيفكر فيه حاليا مستر كيروش ان هو هيغير من الشكل اللي اعتمد عليه في نهاية أفريقيا ان هيكون فيه تغيير في المنتخب للأفضل بإذن الله في الحالة الهومية بالتحديد اتوقع ان شاء الله ان احنا يعني هنكون عندنا المبادرة والشجاعة في انطلاقة المباراة خاصة ان هو يعني بنسبة كبيرة جدا جدا قرر انه اعتمد على اثنين مهاجمين محمد صلاح ومصطفى محمد وهيعدل في الطريقة لأربع نص ملعب اللي هي اقتتمنى بيها العشرين دقيقة الاخيرة في المباراة ان هو من الديها سبعين للديها تسعين لما نزل حمد سيد زيزو تحوينا الاربع اربع اثنين ونزل مرمان حمدي كمهاجم تاني مع محمد صلاح في الفترة دي كنا قدرين ساجل هدف يمكن مرمان حمدي ضيع كورة في الستة يارضة وضيعنا بعدها كورة تانية كنا قدرين فعليا في خلال التسعين دي ان احنا ننهي مباراة نهاية افريقيا بالتقدم قبل الوقت الاضافي لكن كان في بضلق في بعض الكورات فبالتالي اعتقد ان الاستراتيجية اللي اقتمنا بيها المباراة هي الاقرب اللي احنا ان شاء الله نبتدي بيها وان احنا نكون قادرين على التسجيل في مباراة الزهيب بإذن الله ان شاء الله بإذن الله طيب لو احنا كلمنا على نفس المعطيات الحقيقة بتتكلم عليها طب احنا في الكاميرون كان الموضوع برضو مختلف لان احنا لعبنا تقريبا اغلب الموضوع بتاعتنا بأكسترا تايم وبراربات جزائي كمان كان في ارهاق وكان في ضغط اكبر على اللعيبة في المباراة الاخيرة تحديدا وكمان لعبنا مع ابطال افريقيا نفسه يعني لعبنا الكاميرون لعبنا السنغال لعبنا المغرب في حين ان السنغال ملعبتش كل الابطال ملعبتش او موجهتش الابطال بهذا الحجم صحيح فشايف ان احنا الاكفأ او الافضل ضغط نظر على المباراة الاخيرة اللي احنا يعني تشوف على هذا التكلم انت ال120 دي ال180 دي اللي هتلعبهم 90 في القاهرة و90 في ذكار تقدر تقول انهم حاجة منفصلة تماما عن كل ما مضى في الاشهر والاسابيع الماضية لان دي بالنسبة للعبه بتمثل الحاجة الابرز في مشوارهم التواجد في كاس العالم يفيش اهم من ده فبالتالي اعتقد انه حتى لو انت بتواجهك او بتعاني من حالة ارهاق او بعض التعب فبالتالي كل ده بيزول بمجرد ما تتواجد في الملعب ان شاء الله الحالة مختلفة اكيد ما بين نهاية افريقيا والمباراة المتتالية في وقت داي وما بين ان احنا خلال اخر شهر ونص اخر شهرين كان فيه كم كبير جدا 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 من المباراة اللاعبين لم يحصلوا على اي راحة فبالتالي هو الامر مختلف بعض الشيء لكن زي ما بقول لحضرتك ان كل ده بيزول بمجرد صفرات الحكم لانك قدام حلم اي لاعب لا يشغلوه غير كاس العالم اي لاعب مش في مصر ولا في افريقيا بيهموا من الدرجة الاولى ان يكون متواجد في هذا الحدث الكبير فاعتقد ان الامور دي بتزور بمجرد ما المباراة بتبتدي وبإذن الله كمان انا بشوف ان احنا المباراة الاولى في الكاهرة مش عامل سلبي زي ما البعض بشوف لأ بشوف احنا عندنا في منتخابنا كان فيه اصابات كتير شوفناها هل النهاردة لو اتكلمنا مثلا على الشدناوي في حراسة المرمى هل النهاردة احنا الاكفأ مثلا احنا نلاقي ابو جبل في حراسة المرمى ولا مثلا ولا في خط الوسط كان عندنا كبان اصابات هل النهاردة انت شايف ان هو موجود في حراسة المرمى ثلاثة في شناوي وابو جبل ومحمد صبحي فالنهاردة احنا لو هيبتدي بشناوي مثلا وهو كان فيه اصابة هل الاكفأ في جهة نوزرك مثلا ابو جبل زي ما شفناه قدر ان هو يتصدى لحاجات كتير قوي في المتشاطة اللي فايتت ولا ايه طبعا ضم افشو احنا عارفين ان كروش مش بيعمل حاجة عشوائية فالسلجاء برضو لتغيير الخطة بتاعته حلو الجزء الاول الخاص بحراسة المرمى خلينا نقول ان احنا محظوظين ان احنا عندنا افضل اتنين حراس او افضل تلاتة او اتنين من افضل الحراس او التلاتة خلينا نقول ابو قنان على التجربة اه ابو قنان على التجربة وبنان على مشاركات محمد صبح يمكن لسه قليل خبرات لسه ماخدش فرصة بشكل كامل لكن احنا بنتكلم عن احنا من قرارة لكن جات له فرصة بصراحة وصابت نفس احنا حاليا بتقرد محمد الشناوي وابو جبل بمندي حارس مرمى تشيلسي فاكيد لسه محمد صبحي شوية عشان يدخل مع مندي ويدخل مع عمالقة افريقيا اللي في اوروبا فبالتالي انا بصلنا في الشناوي وابو جبل وبقول ان احنا محظوظين اننا عندنا سنائي ينافس عمالقة حراس العالم او الافرقى اللي موجودين في ملاعب اوروبا فبالتالي انت مع اي حارس طوال الوقت انت في امان مطمئن تماما يمكن الموضوع هجيه القاس وانت بتختار مين يعني هيميل اكثر العوامل المعنوية اكثر منها في النية زي ما احنا متفقين احنا في النية عندنا اتنين حراس عالين جدا جدا تشعر بالثقة والامان دايما معهم برغم الاختلافات بما بين ده وده لكن معنويا محمد ابو جبل بعد ما اقدم بطولة امم افريقيا استثنائية غير عادية لعالم كله تحدث عنا وشوفنا قدي ايه لو اروض حصريوته بعد دها ده يخليك طول شوفنا الاداء ضاعف شوية اه متوقع وبيحصل طول عمرنا بناخد امم افريقيا برجع يبينزل كيرف شوية مع كل اللي عابين مع كل نجوم مصر في السابق يعني من 2006 و2010 فبالتالي محمد ابو جبل بشوف ان انت ما تصنعش ضغط اضافي على محمد الشناوي لان انت تحطه تحت اختبار صعب جدا ان انت بتطلع ابو جبل اللي هو كان افضل حراس البطولة واللي كان لعب استثنائي في البطولة فانت بتقول ان انا عايزك تتفوق على هذا الراول فهنا بتصنع ضغط اضافي انت في غنى عنه فبالتالي استمرارية ابو جبل هتكون اسهل وهتكون اقصر ضمانة من انك تغامر بالدفع محمد الشناوي مع كامل احترامنا وتقديرنا طبعا وبشوف محمد الشناوي صيخة كاملة في تواجده اذا بدأ المباراة هو بدنيا جاهز؟ اه جاهز جاهز تماما وبدرب شكل قوي جدا وممكن تشوفه في تشكيل الاساسي لكن انا بشوف انا شخصيا لو كلمتنا عن رأيي انا بشوف ان الاضمن والاقمن انك ما تحطش الشناوي تحت ضغط ويستمر ابو جبل فيما تقدمه خاصة ان السنغاليين كمان احنا سعرفت خطة ابو جبل في الازازة هل من وجهة نظرك تستمر؟ ما هو احنا ان شاء الله مش نوصل لترابات جزائي يعني احنا في مباراة جزائية احنا اللي هنا في صباح الخير قلنا المعلومات يا اولي احنا 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 في صباح الخير قلنا المعلومات يا اولي اكيد ابو جبل لفت الانظار بابو جبل عامل حالة يعني حالة خوفة عند الخصم انه هو حارس قوي جدا صعب بالتسجيل فيه شخصية قوية جدا فبالتالي ده بيطنع الضغوط اكتر على المنتخب السنغالي فنتمنى ان شاء الله برضو استمر ابو جبل في حالة لا مش تغل فنيا كمان وفكرة تحليل المعلومات والتحصة بالأداء صحيح احنا مرشتغل احنا معنا فريق تحليل الأداء ومدعاة لفخرنا ان اللي بيقوم بالدور ده السحيحة وفيه احساب الحضري بصراحة لا فيه فريق تاني تحليل الأداء المفاجئة الجميلة جدا جدا ان شاب مصري محمود سليم في بداية سنواته في العمل تحليل الأداء هو اللي بيقوم بالدور ده مش بس بيقوم بالدور ده محمود سليم كان ليه دور مهم جدا جدا في انه بيتدخل في تغييرات المباراة وهو اللي حاول طريقة اللاعب الـ 4-4-2 مش طبعا قرار قرار كيرش في النهاية لكن هو اللي أوصى في الجزء الأخير من المباراة نحن نتحاول الـ 4-4-2 ونلعب اتنين مهاجمين في الجزء ده في الجزء التالت الساعة الأخيرة المباراة ونجحت وده نصنع خطورة المنازمة 4-4-2 بقى شايفك روش هيلجع ليه 4-4-2 ونفس الشكل اللي احنا شفناه الخاص بيه يعني تيمة الفريق والتجانس ما بينهم ومعين بعض في الملعب في المباراة الأخيرة ولا هيغير من طريقة اللعب في المباراةين دول تمام لما نجي نتكلم بشكل أوصع شوية نقول أن كيرش المنطقي والاعتياجي إنه يستمد على نفس الطريقة اللي ابتدأ بيها أمم أفريقيا ولعب بيها طوال أمم أفريقيا 4-3-3 اللي هي تلد في اندرات السولية وحمد فتحي ومحمد النمي لكن دي كانت بتميل أكتر للأدوار الدفاعية وأن أنت بتضيق المساحات في بحثك عن شكل جديد أنك تخلق فرص وتسجل أهداف هو متوقع أنه يبدل ويعدل ويمكن ده حصل في الكواليس حاليا وفي التدريب حصل أنه عدل لأربعة أربعة أتنين اعتمد أنه يدخل محمد صلاح كنوهاجم تاني مع مصطفى محمد ويمكن جرب عمر جابر ده اللي ممكن يكون المفاجأة جرب عمر جابر قدام عمر كمال لكن لو سألتين أنا شخصيا أنا بشوفهم طبعا أحمد سيد زيزو اختيار أفضل وأكثر منطقية من عمر جابر لأن أحمد سيد زيزو قدم برضو بطولة هيلة جدا واللعب رجله في الملعب بشكل قوي وقادر يعمل لك الحالة اللي أنت محتاجها ما بين الحالة التوازن اللي أنت بتبحث عنها كيروش بيفكر إزاي دلوقتي بيفكر أن أنا محتاجة سجل هدف فبالتالي بغير طريقة اللعب في نفس الوقت لازم أحافظ على نفس القوة الدفاعية اللي أنا كنت متواجد بها في أمم أفريقيا فبالتالي أعتقد أن زيزو هيكون قدر أكثر على منحك عملية الاتزان اللي أنت بتدور عليها يبقى عندك اتنين مشاكلة صريحة على الأطراف بيدفعه ويهجمه هو زيزو وعمر ملموش أو ترزي جي في الناحية التانية في الناحية الشمال وبتعتمد على حرية أكتر لمحمد صلاح في عمق الملعب ما بتأيدوش بالتواجد في أحد الأطراف نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون صلاح في كامل حالته البدنية لأن بعد مباراة أرسن طبعا شوفنا محمد صلاح في مباراة أرسن لا خنش كامل فرموته ثم غاب في نوتن جهام شارك في التدريب بشكل قوي في الساعات الأخيرة الحمد لله نتمنى يا رب أنه يكون في كامل صحته وكامل عفيته بإذن الله لأنه طبعا هيفرق كتير جدا جدا كنت تتمنى أنه أنا مشوفش محمد صلاح في مباراة أرسن الحقيقة ويعني لو شوفنا أي تراجع أو أي نقص بدني مش هنسامح يورجون كلوب أبدا إن شاء الله يبقى أحسن حل